اشتركوا في القناة وَصَلِّنَ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِبْنِ عَبْدِ اللَّهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَلَهُ وَاتَّبَعَهُ دَهُ إِلَيْهُ مُدِّينَ أما بعد أيها المشاهد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبتم وطاب مجلسكم قريش رأت أن الأمر يزداد خطرا ففكرت في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم جسديا لعله يخاف لعله يرتدع فبينما أبو جهل مع الملأ من قريش قلتكم أبو جهل إن كان رجل شجاع لكن كان عنده عجرفة في العداوة كان عنده لدد في الخصومة أبو جهل قال أيعفر محمد وجهه بين أظهركم قالوا نعم إنه يأتي للصلاة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة إذ أقبل إليه أبو جهل وهو يحمل حجرا كبيرا يريد أن يلقيه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد أراد أن يغتاله عند الكعبة أراد أن يغامر باغتيال النبي صلى الله عليه وسلم ولتقم بعد ذلك في بكة حرب ألتقم معركة وليقم المهم أنه يتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ساجد تأتي الملائكة لتجعل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي جهل خندقا وهولا ونارا طبعا قادر وحدي يقول دي كيف؟ هذه مسألة لم يراها باقي الجلساء رآها أبو جهل وهذا أمر الله عز وجل الله قادر على أن يريه ما لا يري غيره فإذا به يفر مذعورا والناس ينظرون قالوا ماذا حدث لك يا أبو جهل أما كنت تريد أن تلقي على رأسه حجرا فأخبرهم أن بينه وبين محمد خندقا وأهوالا وأجنحا فلما سمع رسول الله بذلك قال تلك الملائكة ولو تقدم خطوة لتخطفت يحميه الله تبارك وتعالى لما انتفت أسباب الحماية الأرضية كانوا وحده ما كانوا معها ابن عمه ما كانوا أصحابه لما انتفت الحماية الأرضية جاءت حماية الحماية المباشرة من الله تبارك وتعالى مرة أخرى عقبة بن أبي معيط يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد بين يدي ربه يأتي إليه بسلى جزور السلى أيها الإخوة بعد من ناقة تضع حملها أو البقرة أو الشات ذلك الذي ينزل مع الجنين ينزل مع الوليد سواء كان حوارا أو خروفا أو عجلا ذاك الذي ينزل معه يسمى السلى أو الكيس الجنيني باللغة العربية هذا السلى ينزل بأخلاطه ودمه ونجاساته فإذا به يحمل هذا السلى سلى جزور معها روث هذا الجزور ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيلقي هذا السلى على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيل رسول الله السجود تسمع به فاطمة فتأتي إليه مسرعة لتنفض عنه هذا الذي وضع على رأسه لتزيل عنه هذا السلى وهذا الروث ويكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ويرى ابنته وقد تحسرت وقد تأسفت على هذا الحال فيهدئ من روعها ثم يلتفت إليهم ويدعو الله تبارك وتعالى عليهم هؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتلذذون بهذا المنظر الذين كانوا يتلذذون ويتفكهون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخطأت دعوته واحدا منهم قتلوا كلهم في غزوة بدر ودفنوا في القليب كما سنرى بعد ذلك اجتمع الملأ من قريش ذات يوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربونه بالنعال ويضربونه بما يحملون فيأتي مناد إلى أبي بكر أن يا أبا بكر أدرك صاحبك يخرج أبو بكر مسرعا باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقاتلهم بيديه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فخلص النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم فالتفتت قريش وتركت رسول الله ثم التفتت إلى أبي بكر يؤذونه ويضربونه حتى فقد وعيه رضي الله عنه وأرضاه وجاءت قبيلة بنيتين تحمل أبا بكر إلى داره وهو مغمن عليه وأقسمت اليمين إن مات أبو بكر لتقتلن عتبة بن ربيع اللي هو كان عنده شطط في تعذيب هذا الرجل العظيم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر في البيت مسجع فاقدا وعيه حوله أمه أم الخير لا تدري ماذا تصنع وحوله أهل بيته وعشيرته ينتظرون وأبو بكر لم يكن له إلا شهيق وزفير فقط حالة التنفس وهم ينتظرون الله أكبر الله أكبر ما أعظم هذا الرجل وما أنبله رجل لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة كلها في كفة لرجحت كفة أبي بكر لم يلتفت إلى أهله لم يلتفت إلى ماله لم يلتفت إلى حاله والدماء تنزف قال أخبروني ماذا فعل رسول الله أمه أم الخير تقول له لا أدري لا أدري ماذا فعل صاحبك هي كانت ما زالت على الشرك قال لها اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب واسأليها ما حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته لما رأوا أبا بكر قد أفاق وهو يسأل عن صاحبه أخذتهم الدهشة فانصرفوا إلى بيوتهم أما وقد نجى أبو بكر من الموت لكنه ينجو ليسأل عن صاحبه ذهبت أم الخير أم أبي بكر إلى أم جميل تسأله تسألها قالت لها إن أبا بكر يسألك كيف حال رسول الله أم جميل هذه تدربت على أنها تحافظ على أسرار رسول الله وأسرار المسلمين قالت لا أعرف رجلا لا أعرف رسول الله ولا أعرف أبا بكر وإن شئت أم جميل مؤمنة ولكنها أرادت نوع من التعمية الأمنية نوع من التستر الأمني إن صح التعبير قالت لها ولكن إن شئتي ذهبت معك إلى أبي بكر قالت لها نعم الأم تتحرك بدوافعها العاطفية المهم أن ينجو ابنها المهم أن يكون ابنها على خير ذهبت أم جميل إلى أبي بكر فما إن رأته على تلك الحال حتى طفقت تصرخ وتولول إن قوما صنعوا بك هذا لقوم فجور وقوم سوء يا أبا بكر قال لها ما حال رسول الله فنظرت أم جميل إلى أم أبي بكر كأنها تريد أن تستأذن أبا بكر هل أتكلم في حضرة أمك قال لها لا بأس عليك تكلمي قالت هو صالح وبخير يا أبا بكر قال له وأينه قالت له إنه في دار الأرقم فجاءت أمه إليه ببعض الطعام قالت له يا أبا بكر لم تأكل منذ الصباح فهاك بعض الطعام تقوى به على حاجتك قال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تكتحل عيني برؤية رسول الله سالمة فلما هدأت الكراع وهدأت ونام الناس احتملته أمه مع أم جميل إلى دار الأرقم محمولا على الكتفين على الأكتاف فما إن دخل دار الأرقم ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما معافع حتى حمد الله وأثنى عليه ورقت له أعين أصحابه أصحاب رسول الله ورقت له عين النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر لهذا المنظر أبو بكر دماؤه تنزف لم يذوق طعاما وشرابا حرم ذلك على نفسه حتى تكتحل عينه برؤية رسول الله سالما أي حب هذا أي حب هذا لرسول الله أي حب هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قريش أن الأمر يزداد ويتطور ففكرت في وسيلة أخرى انتقلت إلى العقاب الجماعي السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر